أعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل حول قطاع السياحة للخروج بتوصيات لتعزيز الأداء بالقطاع باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبية تأتي الورشة ضمن مبادرة بنفكر لبلدنا والتي أطلقها منتدى السياسات العامة التابعة للمركز لوضع خمسين فكرة مبتكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرية حيث شهدت استعراض عدد من أفكار شباب الباحثين والخبراء لتعزيز أوضاع السياحة من أبرزها إطلاق وتطبيق وموقع إلكتروني يتضمن خريطة سياحية لمصر بجميع مزارتها ومقاصدها السياحية بجانب مقترحات بالاهتمام بالسياحة الرفية والعلاجية ومنح حوافز إضافية للمستثمرين السياحيين وتسهيل ترخيص الشركات السياحية وتقنين عمل العديد من المؤسسات الخدمية السياحية